لأنه صدقوني النهاردة مباراة حلوة جدا المدير الفني اختار تشكيل شاف انه هو الافضل وبالمناسبة مارسيل كولر مارسيل كولر رجل له دماغ معينة احنا شايفين ان احنا عندنا مدير فني جيد وبالتالي خلينا كلنا نقف في ظهره والرجل النهاردة هو بيتكلم في المؤتمر الصحفي قال كلام مهم جدا 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 قال مثلا انه عشان اجيب لعيبة تانية ان شاء الله خلال الفترة اللي جاية وبالمناسبة هناك بعض التعاقدات اللي بيعملها النادي الاهلي مع صفقات جديدة ولكن لم يتم الاولان يتم الاعلان عنها الا عندما تنتهي خلاص عشان تبقوا حضراتكو بس اهم حاجة تبقوا حضراتكو عارفين الادارة مش سكت ادارة كرة القدم في النادي الاهلي مش سكت ادارة كرة القدم شايفة ان هناك تقصير من بعض اللاعبين او في تقصير ما بيحصل ايه اللي بيحصل هم هيحطوا قدهم على التقصير ده وبالتالي الادارة لانت ادارة الكرة في النادي الاهلي مش هتسكت شايفين ان احنا عندنا مشاكل هنعملها و هنحلها شايفين ان احنا عندنا اخطاء هنعرف الاخطاء دي ايه و هنحلها ده اللي احنا نقدر نتكلم فيه لانه زي ما قلت لحضراتكم النهاردة الناس كل جمهور النادي الاهلي اللي كان بيكلمني من بعد المباراة لغاية قبل ما خش لحضراتكم على الهوى الناس زعلانة من النتيجة ولكن بتقول لي ايه بتقول لي اسلام احنا حاسين ان فيه حاجة افضل حاسين افضل من الماتش اللي فات بكتير حضراتكم لو جبتلكوا الارقام اللي حصلت في الماتش النهاردة هي ارقام خزعبلية يعني ايه ارقام خزعبلية يعني ما تصدقش ان الماتش طلع بهذه النتيجة ما تصدقش لما اقول لحضرتك الاستحواز 72-28 ده حاجة واحدة التزديدات على المرمة مش عارف 25 تزديدة للنادي الاهلي و 4 تزديدات لنادي سيراميك فحضرتك لما تيجي تبص على المباراة وارقام المباراة ودايما انا بقول كده الارقام لا تجذب ان الارقام دي ارقام هيلة جدا ورائعة جدا خليوني اقول لحضراتكم انه مارسيل كولر مثلا عامل لايحة رائعة لايحة تحفيزية رائعة لللاعبين تخيل حضرتك ان اللي بيجيب جول من الكرة سابتة بيبقى ليه مكافأة يعني هناك بعض الامور التحفيزية اللي وفقت عليها ادارة النادي لانه المدير الفني عايز كده فادارة النادي او ادارة الكرة في النادي الاهلي بتحاول بكل الطرق بكل الطرق تضع يدها على الاخطاء وتصحيحها حضراتكم كنتوا زعلانين او يعني في بعض الناس كانت زعلانة من الكلام اللي انا قلته ان احنا كان عندنا صفقات يعني زي اللي احنا ما جبناش مثلا غير 3 صفقات شادي وبرونو وميسي وانا ساعتها قلت ان فيه 7-8 لعبين لما يرجعوا هل حضراتكم شايفين ان اللعبة اللي موجودة دي ممكن يكون مؤثرين بشكل او باخر لعبة بتحاول تعمل اللي عليها بتحاول تعمل اللي عليها ولكن فيه شيء غلط هناك بعض الاخطاء الواضحة الكرة مش عايزة تخش جون الاول الكرة قد تترفع تخبط لحد تخش جون لكن زي ما بقول لحضراتكم كده في النهاية الموضوع ابسط مما نتخيل هناك بعض الاخطاء محدش يحط في دماغه ان ادارة الكرة في النادي الاهلي مش شايفة ايه هي الاخطاء وبتعمل على علاجها وان شاء الله هيكون الاعلان عن علاج هذه الاخطاء قريبا قريبا جدا ليه علشان انا بلعب باسم النادي الاهلي او انا بديل الكرة في النادي الاهلي فلازم اعمل او الناس تبقى عارفة انا بعمل ايه لان انا بشتغل باسم النادي الاهلي ولجمهور النادي الاهلي الجمهور زعلان جدا من اللاعبين ومن فقد النقاط يجب على اللاعبين ان هما يسالحوا الجمهور النهاردة يعني افضل شوية ولكن عندنا يوم الاتنين مباراة امام نادي بيرامدز واحد من افضل الانديها في مصر كيف يفكر اللاعبون في هذه المباراة هو ده اللي انا بقولوا لللعيبة من فضلكو هناك بعض اللاعبين اللي موجودين في الفرقة اعودوا مع نفسكو وتكلم لوحدك في المراية لان المباريات القادمة كرة القدم فيها ان انت تخسر وفيها ان انت تتعادل وفيها ان انت تكسب لكن ابزل اقصى مجهود وموت نفسك وتعب علشان في النهاية ربنا يكرمك اشتركوا في القناة